تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والباية بأسعار أزياد من السعر الرسمية تمكنت الدخلية خلال 24 ساعة من ضبط 634 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبطات بلغت أكثر من 313 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدوبة تم ضبط قرابة 98 طن وفي مجال عدم توريد أرز الشعير والحجب والبايع بأزياد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 207 أطنان أما في مجال الباية بأزياد من السعر الرسمي لسلع الغذائية تم ضبط قرابة 9 أطنان وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 497 قضية من بينها 189 قضية خبز ناقص الوزن و115 قضية خبز غير مطابق للموصفات وفي مجال القضايا التامونية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط أكثر من 123 طن